تستمر التظاهرات الشعبية ضد النظام الحاكم في طهران والتي ازدادت عدداً واتساعاً بعد اعتراف السلطات الإيرانية بإسقاط الطائرة الأوكرانية ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الذين كانت أغلبيتهم من المواطنين الإيراني متافات المتظاهرين ضد رأس النظام المرشد علي خامنئي تصاعدت حدتها بشكل كبير في أغلب المدن الإيرانية بعد هذا الاعتراف حيث هتفوا الموت لخامنئي ووصفوه بالدكتاتور كما مزقوا صوره وصور قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية مؤخراً في العرب قوات الأمن الإيرانية واجهت التظاهرات الشعبية الحاشدة بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع ما أدى لإصابة العشرات من المتظاهرين الحكومة الألمانية دعت طهران إلى عدم قمع المتظاهرين وعدم منعهم من حقهم في النزول إلى الشارع بسلمية وحرية في وقت دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة إيران إلى عدم قتل المتظاهرين وطالب النظام بإعادة خدمة الإنترنت وترك الصحفيين يعملون بحرية وفيما يواصل الإيرانيون تظاهراتهم ضد النظام يحاول قادتهم تصاص غضب المتظاهرين الذي يتساعد فالرئيس الإيراني حسن روحاني قال إنه ستتم معاقبة المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية وشدد على أنه يجب التحقيق في الحادث بعناية ووصفه بأنه خطأ لا يغتفر كذلك دعا روحاني القضاء الإيرانية إلى إنشاء محكمة خاصة برئاسة قاض كبير لمقاضات المسؤولين عن إسقاط الطائرة أما المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي فقد أعلن اعتقال أفراد قال إنهم على علاقة بإسقاط الطائرة الأوكرانية مضيفا أن القضاء لن يجامل أحدا في حماية الأمن القومي للبلاد حتى لو كان يتمتع بحصانة دبلوماسية على وفق قوله وهذه الخطوة عدها مراقبون فرصة للنظام لاعتقال منوئيه من رجال النظام الرافضين لبعض سياساته بحجة المسؤولية عن الحادث